مساء الخير واهلا وسهلا بكم. ازالة الاعلانات المزعجة نهائيا من الهاتف. ان شاء الله هنشرح في الفيديو ده افضل تلات طرق ممكن تعملهم عشان تقدر تحزف جميع انواع الاعلانات المنبسقة اللي بتظهر لك وانت بتتصفح كده في الموبايل سواء بتجيب لك صور سواء بتجيب لك اشعارات او بتلاقي فجأة فيديوهات بدأت تظهر عندك على الشاشة. وعشان ما طولتش عليكم في المقدمة هندخل على طول الشرح بس قبل ما ندخل للشرح. متنساش بقى لو انت اول مرة تشوفني تعمل اللايك الجميل وتنزل تحت الشرق في القناة وتفعل زر الجرس. ويلا بينا نبدأ الشرح. اول حاجة كده هنعملها مع بعض ان احنا هنروح نفتح الاعدادات. هنجيب كده الاعدادات او الضبط. بعد ما تفتح الضبط هتنزل تحت هتختار التطبيقات. بعد ما تختار التطبيقات هتبدأ تشوف هنا اي تطبيق من تطبيقات تنظيف الهاتف او تنظيف الفيروسات او تسريع الهاتف. وليكن التطبيقات دي بيكون شكلها زي ده الهاتف منظف او التطبيقات دي هي اكتر تطبيقات بتجيب لك اعلانات على الموبايل بتاعك. فانت هتبدأ تحزفها بكل سهولة وما تحتفص باي حاجة فيها لان هي حرفيا مش بتفيدك باي حاجة. هتبدأ تنزل كده وتبدأ تشوف التطبيقات دي مسلا عندي الهاتف منظف اهو. هتبدأ تدخل عليه وتعمل له الغاء تثبيت بالطريقة دي. هنعمل له كده الغاء تثبيت ونبدأ نتصفح بقية التطبيقات واي تطبيق انت ما تعرفوش او مش محتاجه عندك على الموبايل هتبدأ ان انت تمسحه. عندي مسلا وليكن تطبيق زي سوبر ده برضو هنعمل له الغاء تثبيت. ودي كده كانت الطريقة الاولى. الطريقة التانية ان احنا احيانا كتير جدا لما بنزل شريط الاشعارات اللي فوق ده بيبدأ يظهر لك هنا اعلانات بتجي لك على الموبايل وبتلاقي جنب الاعلانات دي ان هي جاية من برامج. مثال على كده البرامج اللي بتجيب اعلانات كتير على الموبايل عندنا زي برنامج وعندنا زي برنامج سناب تيوب وغيرها من البرامج دي. طيب هتعمل ايه في البرامج دي? بنفس الطريقة كده هتقوم جاي هنا على الاعدادات برضو او الضبط وبعد كده هتدخل على التطبيقات وهتيجي تشوف البرنامج اللي بيجيب لك الاشعارات اللي كلها اعلانات دي وهتبدأ تدخل عليه. فعلى سبيل المثال انا عندي الشير ات بيجيب لي اشعارات. وهبدأ لو انا محتاج البرنامج ده ومش حابب ان انا امسحه هنزل تحت ابص على كلمة الاشعارات وهضغط عليها كده وبعد كده هقول له ازهار الاشعارات دي هعمل له اغلاق. بعد ما قفلت الاشعارات فالبرنامج ده كده مش هيقدر ان هو يجيب لي اي اعلان تاني. الطريقة اللي بعدها ان احنا هنيجي هنا هندغط على متصفح جوجل كوروم. وهنبدأ ان احنا نضغط على التلت شرط او التلت نقط اللي فوق دول. بعد كده هدخل على الاعدادات. بعد ما ادخل على الاعدادات هنزل لتحت كده حلاء حاجة اسمها اعدادات المواقع الالكترونية. هضغط عليها بالشكل ده. وبعد كده هنزل لتحت حلاء حاجة اسمها النوافذ المنبسقة واعادة التوجيه. هضغط عليها بالطريقة دي. هتلاقيها عندك مفعلة. فانت هتقوم بكل سهولة قافل كده الاشعار بتاعها. وبعد كده ترجع الورا. نخش على الايكونة التانية وهي الاعلانات. هدخل كده على الاعلانات لو لقيتها مفتوحة عندي برضو هبدأ ان انا اقفلها. بعد كده فاضلي اخر خطوة ان انا هعملها ان انا هدخل هنا على الاشعارات ديت. وبعد كده هضغط عليها برضو اغلاق. لو عملت التلاتة دول فانت ان شاء الله بازن الله مش هتلاقي ولا اعلان عندك نهائيا على الموبايل. ركز في الخطوات. افحص البرامج اللي عندك كويس وابدأ احزف اي برنامج ما بتستخدموش. وادخل على جوجل واعمل اللي انا عملته ده. وتليفونك هيرجع نضيف وسريع مية في المية. تنسى بقى تعمل لايك للفيديو وتنزل تشراك في كناه وتفعل زر الجرس. لو عندك اي سؤال تنزل تسيبولي في الكومنتات وانا هارد عليك بسرعة. واشوفكم على خير بازن الله في الفيديو الجاي.